عودة الاغتيالات والتفجيرات إلى لبنان غير مستبعدة حذاري بهذا التحذير خرج النائب السابق فارس سعيد على اللبنانيين من بوابة تويتر لتنهال التعليقات والأسئلة على سعيد الذي أوضح أنه لا يتنبأ بل يحلل سياسيا ما حدا بيقتل بالسياسي طيب يصفح سبات تقتل بالسياسي وتدفع الأمور بالاتجاه أنت بتشوفه مناسب أمور مفتوحة على كل الاحتمالات كل مرة كل مرة تقفل إمكانية الحلول السياسية ينفتح إمكانية الانزلاق الأمني هذه هي المعادلة يستفيد الرجل في شرح التعقيدات التي تثبت تحليله بين التعقيدات الخارجية بين بقاء نظام بشر الأسد بين ما يحصل في المنطقة وبين التعقيدات الداخلية أكثر وأكثر تتكشف الأمور ونذهب باتجاه لا دولي وهذا الوضع بيخليني أنا أقول أني بخاف أنه لبنان يرجع ويلتحق بدقلة العنف الموجودة بالمنطقة وحصة الأسد من نصيب حزب الله خرجنا من اتفاق الدوحة كنا بالتلت المعطل كان عم يطالب حزب الله بالتلت المعطل كضماني كبوليس التأمين اليوم صرنا عم يطالب بالتلتين المشغل يعني بطلنا بالتلت المعطل صرنا بالتلتين المشغل يعني دفع الأمور إلى هذا الحد يعقد الوضع ليست داخل وحدة أساس الأمن اللبناني فللخارج دور أيضا يعني استهداف جماعة بسوريا إلو ارتدادات بلبنان امتقال جماعة لبنانية إلى القتال بداخل سوريا إلو ارتدادات وطنية وارتدادات لبنانية أديش عنده الإدراء لبنان واللبنانيين أن يستوعبوا كل هذه الأحداث وأن يبقى الوضع بلبنان وضع مستقر أنا برأيي نحن كل مرة تتعقد سياسيا تنفتح أبواب الجحيم علينا وغالبا فإن المأزوم هو من يلجأ إلى التفجير ورمي أوراق من نار فمن يحظى بهذه الصفة إقليميا